ازاي تسأل عن مكان معين وازاي توصف لحد خط السير عشان يوصل لمكان معين تابعا اي تي ناغار يعني خط سير انت ماشي في الشارع ومش عارف هتوصل للسينما ازاي مش عارف النادي منين طب الاستاذ ازاي لازم كمان دو مون دي اي تي ناغار كمان دو مون دي اي تي ناغار ازاي تسأل عن خط سير لمكان انت مش عارف تروحه النص التاني بقى هو كيفية الاجابة على هذا السؤال تمام دول النقطتين ركز معي جدا هناخد اربع اشكال للسؤال عن مكان عايز تروحه وطرق مختلفة للاجابة على هذا المكان ومعهم فعلين مهمين جدا افعال بنستخدمها علشان توصف لحد ازاي يروح مكان وركزوا معا في الشرح اتمنى تركزوا كويس جدا علشان الاسئلة اللي بتجيلي بتكون اجابتها بالفيديو اصلا لو عايز تسأل عن مكان انت عايز تروحه لك اربع طرق الطريقة الاولى اننا سأل بقى دات الاستفهام كومون كومون اله كومون اله يعني كيف اذهبه وبعدها بقى او لو المكان مذكر الا لو المكان مؤنس الا بوستخف لو اول وفويل ومفرد او اللي اخير هي ايكس لو المكان جامع وبعدها اقول سيل تبلي او سيل فو بلي هيبقى السؤال عن بعضه كومون اله او سيل فو بلي كومون اله الا سيل تبلي كيف اذهب الى لو سمحت طيب طريقة تانية هقول بوغ وفعلة الي في المصدر بوغالي بوغالي يعني اللي كي اذهب الى نفس القصة اللي لسه لها حالا بتاعت او الا الا ابوستخف او في الاخر بقول سيل فو بلي او سيل تبلي او اسأل باداة الاستفهام اين اين يقع كذا اووي نقط اويلو ستاد اويلو سينما اين يكون ممكن اشيل اي لها الاست وحط مكانها ستخوف واقول اسم اي مكان انا عايزه وستخوف كذا اين يقع كذا لو سمحت طريقة الاخيرة مش تؤال هي عبارة عن بتوقف حد تقولي اسكيزي مو معذرة انا بدور على كذا او لا او انا ابحث عن كذا وممكن تلحقها ب سيل فو بلي او سيل تبلي انا بدور على كذا لو سمحت طيب انا كده تعلمت اربع طرق لي كافيه السؤال عن اتنرار عن خط سير لمكان ما عايز بقى اجاوب على السؤال ده او اجاوب على حد يسألنا عن اتجاه لأي مكان او خط صير اي مكان انا عايز اجاوبه باستخدم افعال محددة هنا هنذكر منهم اربع افعال الفعل الاول هو فعب اللي هو يذهب يعبر او يعدي يأخذو طيب في فعلين فيهم اخرهم ار اللي هما تغني وتخافرسي تصرفهم سهل وما فيهوش مشكلة تعالوا مع بعض قبل ما نشتغل نراجع على تصريف verbe اللي هيكون نراجع على تصريف verbe prendre prendre يعني يأخذو احنا هناخد البيستي سيكلابل اخويا واختي اخويا واختي دول اسم جامع بيعامل معامل كيل او او الافيك اس هتاخد بخين بخين لوبوس بغالي وليسي بياخدو الاوتوبوس عشان نروحه للمدرس مو جو طبعا جو هتاخد بخين بخين الاخير هاس مو جو بخين لفيلو انا باخد الدراجة او العقلة و سي سوپير ايوه هازا رائع ايوه بخين 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 انتو بتركبو الطائرة او بتاخدو الطائرة ايقول جو انا هاخد الاول على ناحية اليمين هاخد اول شارع يمين نان تي بخين لا انت هتاخد الاول ناحية الشمال يعني هتاخد اول شارع ناحية الشمال ده كان اكزرسيس على verbe بخين وهناخد ثلاث امثلة على كافية السؤال على اتنرار على خط سير للتوجه الى مكان معين والاجابة عليه الاول بيقول بغالي وميزي سيلتو بلا علشان نروح المتحف لو سمحت سي فاسيل الامر بسيط او الامر سهل بخون لا دوزيام ريو اغوش خذ اول شارع شمال نخبلنا ان احنا مستخدمين هنا صيغة الامر سيل فو بلا لو سمحت يا سيدي كيف اذهب الى المكتبة تخذ اول شارع على اليمين ثم لف جهة اليسار خب لك برضو ان احنا هنا مستخدمين صيغة الامر واستخدمنا معاها الاعداد الترتيبية زي لا بخوميار ولا دوزيام واحد او او ستروف لابسين اين حمام السباحة او اين يقع حمام السباحة سيل فو بلا لو سمحت ترى ادروات لف جهة الامر وانا الف جهة الامر متصرف مع تيو شال منو الاس لف جهة الامر اي ابخي وبعد ذلك خذ خذ خامس شارع شمال پو يوا دوون لوزو ثم ايزهب هنا فا وانا الف جهة الامر متصرف مع تيو شال منو الاس خذ بالك ثم ايزهب امام لوزو امام حديق تلحيوان اي تور نا گوش وليف جمال سي انفاس سي انفاس انهو في المواغها او في المقاب فو اشتاق على تول اللو Noemi qu'est-ce que tu fais où tu es je suis perdue je suis devant l'hôpital د'accord heu bon va tout droit et prends la première rue à droite puis la première rue à gauche ok première à droite et première à gauche ensuite tourne dans la troisième rue à droite c'est facile bon d'accord à plus à droite اتمنى يكون الدرس عجبكو وافادكو لو عجبك الفيديو ما تنسناش في لايك share عشان صحابك وحبيبك تفرغوا على الفيديو وسبسكراب للقناة ما تنساش تفعل الجرس وقرائب جدا هسيب لينك لشرح الدرس على الموقع المتاعنا لما يشتغل وينك للكويزات المختلفة على الأجزاء المختلفة في الدرس شكرا جدا اوروبا شكرا